الوزراء اليوم المؤتمر الصحفي يتحدث رئيس الوزراء عن خطة الدولة تاني خطة الدولة الثلاث سنوات اللي جاية خطيتني ايه؟ هي رسائل طمأنة ولكن ايضا تحتاج عمل مستمر وجهدي كبير جدا عشان نصل الى الارقام التي يتحدث عنها دولة رئيس الوزراء لندي مسألة فيها التزام حكومي تاني التزام حكومي امام الشعب يعني منفعش بعد ثلاث سنين ما لايش الارقام رئيس الوزراء يتكلم عليها منفعش ألاقي لم نتحرك تبقى عندنا أزمة رئيس الوزراء لما طلع النهاردة في أزل مؤتمر الصحفي يتحدث مع الدكتور محمد معيط وزير المالية دكتور أهلاء السعيد وزيرة التخطيط يتحدث رئيس الوزراء وأيضا وزير التخطيط وزير المالية بيتكلموا للرأي العام ووجه رسائل طمأنة كمان احنا بنعمل ايه؟ برنامج المصري الدولة احنا راحين في فترة جاية حركة الدولة المصرية خلال ثلاث سنوات قادمة النهاردة 23 نتكلم على عام 26 لا تكلمنا على 30 ولا 35 تكلمنا على ثلاث سنوات اللي جاية فقط طب ايه حركة الدولة المصرية في الثلاث سنوات اللي جاية؟ نسمع الأرقام دي مهمة أوي من دولة رئيس الوزراء بحيي جدا ادينا النهاردة الرسالة طمأنينة طمأنينة ورسالة تفاؤل وكمان بيقولنا في خطة مفيش يعني موضوع مش عشوء لا في خطة للدولة والحكومة المصرية ايه هي الخطة؟ نسمع ماذا قال الدولة المصرية بتتحرك على مدار ثلاث سنين ومش بتكلم على مدى زماني بعيد انا بتكلم انا بستهدف في خلال الثلاث سنين اعتبارا من دلوقتي لمدة ثلاث سنين ان الصدرات السلعية بتاعتي حتزيد 20% في سنة سياحة تزيد 20% تحولات المصريين في الخارج ان شاء الله تزيد بنسبة 10% استثمارات اجنبية المباشرة تزيد 10% سنويا متحصلات قناة السويس تزيد 10% سنويا خدمات التعهيد او الدراسات الخاصة بالتصالات وتكنولوجيا المعلومات تزيد 10% سنويا الكلام ده لوحده كده من شأنه انه يزود حصيلة المفروض الارادات الدولارية للدولة المصرية بحوالي 70 مليار في السنة الارادات العامة للدولة المصرية بحيث ان احنا نقدر في خلال عام 2026 وانا بقول لحضراتكم يبقى الارادات الاجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة تبقى في حدود 191 مليار دولار امريكي طفنتتهم ان يبقى فيه حوالي 88 مليار صادرات سلعية 20 مليار ارادات السياحة 45 مليار تحولات مصريين في الخارج 13 مليار استثار اجنابي مباشر 17 مليار قناة السويس مع عائدات قطاع الخدمات البحرية اللي المفروض النهاردة تم التوسع فيها وافتتاحات وخدمات المواني اللي بتحصل بالاضافة الى حوالي 9 مليار دولار عائدات خدمات التعهيد دي ارقام متحفزة احنا كالدولة كل القرارات اللي بنعملها عشان نتحرك في هذه المستهدفات انا مش بتكلم على عشر سنين انا بتكلم ان دي حنبقى قادرين ان شاء الله كدولة مصرية نحققها في خلال السنتين ثلاثة الجايين ده كلام اولا مهم جدا وكمان بيقولك النظرة اللي جاية اللي هي نظرة المستقبل بكرة مش زي ما بيطلع يقولك ويسودلك العيشة ويقولك البلد والبلد خلاص وما فيش ومش لقين وهنحصل لا ان شاء الله فيه فيه واللي جاي تاني ارقام رئيسي وزراء مش ارقامي وارقام واضحة هيبقى اي صدراتنا سلعية لها النهاردة 35 مليار دولار نتكلم على 88 مليار دولار تب نتكلم على تحولات المصرين النهاردة اللي هي قلت كانت طوح 30 النهاردة نزلت شوية تحت التلاتينات نزلت شويتين كمان تتكلم على 45 مليار دولار طب هتعمل ايه عشان توصل للرقم ده تكلم على السياحة لو بتكلم على 11-12-13 مليار حقيقيا رحيل لـ 20 مليار دولار يبقى ده محتاج منك شغل ازاي تكلم على قناة سويس لسه كنا مع سيادة الفريق وسامة ربيع من كم يوم في قناة سويس بيعلن على اكبر رقم في تاريخ القناة 9.4 مليار دولار طيب هوص الرقم ده كان بعد 3 سنين 17 مليار دولار مع الشغل اللي حصل في القناة ما انت بتعمل شغل وبتعمل تمويل سفن وبتعمل صيانة وبتعمل مش ده اللي بنقول القناة متبقاش مجرد عبور بس طيب ما مش هتبقى مجرد عبور فعشان كده يرتفع الرقم الى 17 مليار دولار وال17 دول ان شاء الله بعدك شوية نصل لرقم آخر زي ما قال لنا سيادة الفريق واسامة ربيع معنا في الحوار واحنا معاها في القناة نوصل لـ 25 ونوصل وليه لا وخمسين وليه لا ما انت بتعمل شغل لك عشان توصل بس انت كمان تبقى بصص على الدولة ما هو ده خلي بالكو الموضوع مش الناس قاعدة في المكاتب لا ده فيه شغل بيتم فيه شغل الدولة فيه خطة شغالة طيب تتكلم على ايضا الـ الـ استثمارات الاجنبية مباشرة 13 مليار دولار بدل مهم نهاردة 10 اول 11 مليار يبقى بشكل مباشر نتكلم على 13 مليار دولار وغير وغيره بالتالي تبقى تصل الى 191 مليار دولار اراداتك من اراداتك ارادات مصر النهاردة اراداتنا حوالي 121 مليار دولار كل الارادات بتاعتنا من الدولار النهاردة فعندنا الفجوة اللي بنتكلم عليها ما بين 18 الى 20 مليار دولار طيب لو انت جبت الرقم ده يبقى انت معندكش ده انت بالعكس يبقى عندك الفائض يبقى عندك تاني الفائض اللي موجود انت النهاردة احتياجاتك بنتكلم على 141 مليار دولار حجم الشغل اللي انت محتاجه والانفاق اللي انت بتصرفه وكل ده طب لن يبقى عندي 91 يبقى انا بتكلم على يعني فائض يعني يبقى عندي ازيد حوالي 50 مليار دولار تقريبا ازيد تخيل ده لو حق ان شاء الله ان شاء الله يحصل وبالمناسبة ده ممكن يبقى ممكن